مرحبا بكم تهتم يومية أوجودويل مغوك بكواليس المفاوضة الأخيرة لقادة الأغلبية حول القوانين الانتخابية يرى صاحب المقالة أن رئيس الحكومة استسلم لحلفائها فقبل انتهاء المشاورات حول مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات عقد لقاؤنا جمع قادة أحزاب الأغلبية للحسم في الموضوع زعماء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية اتفقوا على التخلي عن المقترحة التي لا تحظى بالإجمع وقد تمحور نقاش حول القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات ويضا مقترحة القوانين التي عدتها الفرق النيابي الممثل للأغلبية ننتقل إلى صحيفة الأحداث المغربية ونقرأ في هذا المقال حالة استثنائية عشتها ولاية أمن تطوان صباحة يوم الاثنين سيارة الأمن بمختلف أنواعها تقف عند بوابتها قامت عناصر الفرقة الوطنية للاستعلامات العامة بالتفكيك شبكتنا ووصفت بكونها لها ارتباط بالتنظيم الدولة الإسلامية يقارب عدد الموقوفين فيها عشرة أشخاص ينتمون أساسا لمدن الفنيدق مارتيل وتطوان نتحول إلى صحيفة رسالة الأمة ونقرأ في هذا المقال قررت المركزية النقابية والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض معارك نضالية قوية ضد الحكومة لمواجهة هذا الوضع الذي وصفته الصحيفة بالمترد وفوضت للمكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل الصلاحية الكاملة لتدبير المرحلة واتخاذ القرارة وتحديد طبيعة ونوعية الصياغ النضالية بالتنسيق مع مركزية الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لإنجاح المعارك المقبلة المقررة وتخبرنا جريدة الفجر أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قررت مقطعة الجولة الثانية من الحوار الخاصة بندوة الإجماع الوطنية التي يقودها حزب جبهة القوى الاشتراكية مصادر الصحيفة أكدت أن هذا القرار تم اتخذه بالإجماع ونفت أن يتكرر السيناريو الذي وقع في الجولة الأولى من الحوار عندما انفرد رئيس حركة مجتمع السلم باستقبال السكرتير الأول للأففاس أربعة ملايين شقة شاغرة والأزمة في تفاقم بالجزائر تعنون صحيفة البلاد الجزائرية مقالها وتكتب أحصت مصالح الأمن المختلفة أكثر من سبعة آلاف حركة احتجاجية على السكن بمختلف صياغه خلال السنة الجارية أهم العوامل التي سهمت في خروج المواطنين إلى الشارع تتصل بغياب شفافية في التوزيع وتأخر في الإفراج عن الحصص الجاهزة ننتقل للخبر الجزائري التي تنقل أهم ما جاء على لسان رئيس حركة مجتمع السلم عبدالزاق مقري الذي قال إن السلطة أصبحت عاجزة عن تسيير الوضع بالطريقة السابقة بسبب عدم امتلاكها الأموال التي كانت تغطي على فشل سياستها ووفق مقري دائما ينبغي المرور نحو حكومة توفقية تسطر برنامجا لإنقاذ الجزائر علما أن دعوة التقشف التي بدرت إليها الحكومة هي بمثابة إقرار بفشل حقيقي لكل ما أنفق خلال 15 سنة الماضية ما يتطلب مسألة المتسببين في الوصول إلى هذا الوضع أولهما الرئيس بوتفليقة وارتباطا بموضوع ترجوع سعر البترول تتحدث البيان الإماراتية عن مخاطر جديد تتعرض إليها اقتصادة الدول المصدرة للنفط تكتب الصحيفة النفط كأية بضعة أخرى تخضع وسعره لقاعدة العرض والطلب وإلى حد ما إلى التوقعة المستقبلية القريبة بمدى الحاجة إليها ولكنه من جانب آخر ليس كأية بضعة حين يصبح وداتا سياسية تستخدم لليل أذرع اليابان والهند والصين وتركيا ودول أوروبا هي المستفيد الأكبر من الوضع إلا أن جميع الدول المنتجة قد تضررت من هذا الانخفض أبرز المتضررين روسيا وإيران التي توجه عقوبة دولية فقد شهدت عملتهم أرقما قياسية في التردي والانخفض ومن المتضررين أيضا نيجيريا وفينيزويلا والعراق والجزائر وتبقى الدول الخليجية المنتجة للنفط تحقق بعض الأرباح حتى لو انخفض سعر النفط إلى أربعين دولارا وذلك بسبب انخفاض كلفة الانتج المرزوقي في وصفة سياسية حيرت الألباب شعب المواطنين أو النسخة الجديدة لروابط حماية الثورة العنوان البرز لمقال صحف اليوم يرى صاحبه أنه غير بعيد عن انفعالية اللحظة اخترى المرزوقي أن يبشر الساحة السياسية بميلاد شعب المواطنين يتسال الكاتب هل هو حزب أم حركة أم تيار أم رابطة لقد اختلفت كل المسمية داخل مفهوم الحرك الغائم لكن شيئا من ميليشيوية روابط حماية الثورة كانت طفحا من شعارة الحشد المناصر للمرزوقي وتقول الشرق الأوسط إن قوى المعارضة السورية الرئيسية في الداخل والخارج وبالتحديد الاتلاف المعارض وهيئة التنسيق تقترب من توقيع ورقة تفاهماتنا تتيح لها التوجه لمؤتمر الحوار المرتقب في موسكو بين النظام والمعارضة وبوفد موحد يطرح رؤية مشتركة لحل سياسي للأزمة وتتكلم السفير اللبنانية عن رسالة داعش الموجهة إلى الجيش السوري وحزب الله تكتب الصحيفة كان لافتا للانتباه تمكن بعض عناصر داعش من بلوغ جرود بلدة فليط القريبة من الحدود اللبنانية السورية ذكرت الصحيفة أن التنظيم نشر صورة لأحد عناصره وهو يستخدم صاروخ التاوى الأمريكي الصنع المضاد للدروعة خلال معركة نشبت في محيط مدينة القريتين ما يعني أن صواريخ التاوى أصبحت ضمن ترسنة التنظيم في القلمون في ذلك إشارة واضحة إلى أن التنظيم يركز جهوده العسكرية هناك